هل هو وباء أم كابوس حل بقرية الجبور في ناحية المهنوية إحدى نواحة ديوانية والتي تخشى أن يفتك مرض السرطان بشبابها واحدا تلو الآخر حيث تعددت الإصابات والوفيات مع غياب الحلول من الجهات المعنية وتجاهل المناشدات التي طالبوا بها أصحاب القرار بالنظر فيما يعانون منطقتنا منطقة الجبور الوريجي في ناحية المهنوية تابعة المعافظة الديوانية هاي المنطقة تعيش حالة مزرية جدا جدا ولا هو انتشار مرض السرطان بصورة سريعة جدا العملية بدأت بورا الصقور لكن الانتشار الفعلي اللي عاشتها المنطقة بالالفين وستعاش الالفين وستعاش لحد الالفين وثمنتعاش وصلت الحالة إلى حوالي خمسين حالة سرطانية موجودة بالمنطقة منها أعلنت حالة الوفاة ومنها بعدتها تعاني بالمستشفيات والمستوصفات والدكاترة ومنطقتنا كل الكشف اللي جينا ما يعرفش بيها وعدنا صارنا ثلاث سنين من هذا المرض السرطان انتشر عدنا بالمنطقة وهو يأخذ من عدنا ضحايا شباب وهو يأخذ وانتشر بالمنطقة وكل اللي جينا ما يعرف الدالغاش ينهي منه بيها أصابة والله حتى ابني ابني بيها مصاب والله والله حتى الجرع أمام التوالج بالديواني بيها مصاب بيها مصاب بسالطان صحيح والله والله وهو يأخذ محالة اثنين ثلاثة هؤلاء يأخذ عليهم أما الحكومة جاء الوجوها أكثر الأصابات اللي انصاب بها أو الشريحة اللي اتضررت بهذا المرض هي شريحة الشباب بحيث يعني أعمارهم ما تجاوز الستعاش أو ستعاش سبعتاش اثمنتعاش سنة هي الأكثر شريحة اللي انصابت بها حيث البعض منهم توفى والبعض الآخر يعاني هذا المرض الجانب الحكومي والمعني في الصحة أكد أن نسبة الإصابات تجاوزت الحد المقرر وبق القياس العالمي لذلك تم توجيه لجنة بأخذ عينات من التربة لفحصها والتحري عن أسباب استفحاله في هذه القرية تم اكتشاف 42 حالة مسجلة وموثقة لأمراض السرطانية هناك في هذه القرية والتي طبعا هذا بالنسبة للكثافة السكانية هي 5000 ولذلك هي تفوق الستاندرد العالمي اللي يسمح ب7 إلى 15 حالة من كل 100 ألف حالة تم جمع بعض العينات من التربة والمياه وتم توجيه الاستفسارات لمعرفة الأسباب وأيضا استصحبنا جهاز فحص الإشعاء ونحن بانتظار النتائج يبدو أن تعدد المعاناة لا ينتهي بشح فرص العمل وسوء الخدمات بل تجاوزت وفاقة الحد إلى أمراض تهدد حياة الناس ولا حلول لقاحية والبحث في سبب الإصابات من الديوان يا محمد حسنان قناة الولاء